طيب فيما يخص المؤلفات يقال أن الكتب والمؤلفات كالأبناء يصعب التمييز بينها ولكن لاش كأن هناك مؤلف يكون قريبا إلى قلب كاتبه لو سأل الشيخ محمد عبد الرحمن المغراوي ما هي المؤلفات القريبة إلى قلبه هو الحقيقة يعني قضية المؤلفات هي مثل كما عبرت على أبناء هما الأبناء يعني الله تبرك وتعالى هو الذي يخلقهم ما هو أنت أنت فقط تكون سبب الله تبرك وتعالى هو الذي يتولى خلقهم لكن هو في الواقع يعني ابنائك يعني احتلوا فرضنا ظهر منه العقوق مثلا في بعض الجواني يعني بتبقى ما أحبتهم مش فطرية ثابتة ولو ولو كان العقوق فالكتب هي في الحقيقة يعني لا تستطيع تقول هذا الكتاب أقرب إلي من الآخر لأن كل واحد من الكتب عنده قصة وهذا القصة هي هي سبب تأليفه يعني ما عنديش أنا كتاب الفتوهير من من اقتراحي أنا يعني كل الكتاب يعني من الكتب اللي سترتها عندها سبب رأيسي في حياتي أنا يعني ما كان شوراة طرف علمي كان هدف أو كانت دافع لتأليم يعني كل الكتاب معي عندي مع قصة يعني قصة تتأليفه الدافع لتأليفه ما كانش كتاب أني ألفتوها كذا كمجرد اختيار ولا مجرد مثلا فجمع الكتب اللي ألفتها من ورائها قصة قصة معي وبالنسبة لك التفسير ربما كانت أقرب الكتب إليك لأنه مشروع دخم لا هو الصغر كما ذكرت علي قبل هو التفسير علش كان مشروع علش كان أقرب الكتب إلي لأنني كثير الرجوع إليه لأنه طبعا التفسير ترجع ليه في كل لحظات فتيصبح هو دليلك يعني كلما أشكال عليك شيء رجعت إنما هو الكتب الأخرى مثلا المفسير قد لا أرجع إليه يعني اللي موجود في المفسيرون في مخي يعني ما تحتاج مراجعة إلى الشيء اللي كتبت هو اللي عندي في ذاكرتي بخلاف التفسير التفسير لا يعني كل آية مفصلة وفيها قوى العلماء يعني تفاصيل يعني ما غادش تكون أنت تستحضر كل كل التفسير يكون في دينك ولا تحصل لا بخلاف بعض الكتب خلاص يعني هي اللي موجود في الكتاب هو في يعني في الذكرة يعني مثلا منصب السحابة ومعاوية فأمعاوية واضح يعني قصدي أن يعني علاش كان كتاب التفسير أقرب إلي لأنني في حاجة إليه وهو يعني في مراجعتني لا يعني لا أشعر بأنه هو هذا الكتاب المغراوي أصلا هو أصلا أنا في علاقتي بالتدبر والبيان يعني منفاصل عن شخصيتي يعني ترجع له كأنه كتاب شخص شخص آخر ولست يعني يعني مش علاقتي به هو علاقتي أنا هو المؤلف كأنه غريب يعني كأنه يعني وإشهد الله يعني يعني كتابي يعني هذا بخصوص التدبر أشعر بأنه يعني أنا في حاجة إليه لو لأنه يعني محب لأنه أنا هو يعني بيهدو تنقول أنا مع نفسي لو كان هذا الكتاب كان عندي وأنا صغير حفظته وغيبته بحاجة إليه هذا الكتاب أنا محتاج إليه في صغاري يعني لو كان في وقت الصغار كنت أتتو عليها بالحفظ فدوال الذي تميز به مثلا كتاب التفسير للعلاقة يعني للحاجة إليه في كل لحظات ولو كان دعنو الآن قاعد نحاول تسجيله صوتا وحاول نسويله الآن نجري باش نسويله برنامج خاص يعني في قضية اللقطات يعني حاولنا يعني تترجموه إلى نسخة إلكترونية أي هذا هو المهم نحاول الآن تفسيرات إلكترونية ستستفيدوا منها الجيد أنا نسترد منه أكتر وكل أنا أحبه لنفسي والآن قاعدين يعني كل سبتوا أحد كل أحده أربعان أبوس حلقة من التفسير اللي تفسرته في الكويت في قناة المعالي اللي أنا وصلت فيه تقريبا الآن إلى صورة النور نديكم تفسير مصور على قناة المعالي في الكويت طيب شيخ برأوا لكم كتاب عن الرقية الشرعية بينفهمها الشامل بين الاتباع والامتداء أشياء الرقية الشرعية بانفهمها الشامل بين الاتباع والابتداء ماذا هذا العلوان هل هناك الزنقات في مجال الرقية الشرعية أو ما شئبه الختصار أغنطوا يعني هذه قضية الرقية ليس فيها إلا القرآن والأدية الشرعية الشي اللذي ثبت الرقية إما قراءة القرآن ولا لا دعية التي ثبت مصحة على الرسول أما أنك تضرب وبعض الناس ثبت قتلهم بوسطة الصعقة الكهربية وتضرب على الرأس بعض الناس ثبت فسادهم الأخلاقي بسبب الرقية بعض الناس يغير المياه مثلا الصحي ويعطيك المأنع هذه بعض الناس يغيرون الزيوت بعض الناس يتخصصون كأنه طبيب عظام لا طبيب بسانعي وكلها المؤرقية الواقعة كلها مخلفة كلها مخلفة كلها مخلفة لكن لاتباع هذا كلما جاء قرأة صورة الفتحة ما ضربه ولا صلبه ولا صعقة كهربية ولا صنطقة ولا ينتجين من العراق ولا ينتجين من سوريا كل هذا كذب وبهتن وتلعب الشيطاني فهي المخلفة هي الموجودة يعني الرقات لان مخالفون مئة بالمئة وسويت لهم محاضرة في بقار وسويت لهم محاضرة في تقربا قبل ثلاث سنوات كلها مخلفة سرعية يعني انك ملاحظة كبيرة على الرقات كلها مخالفات. كلها مخالفات أصلا. كلها مخالفات وكذب. ووصول إلى النساء. أنت أزوجة بواحدة يوضع لك. أحكي لنا واحد من الإخوة الكويتية مننا. الدعاة الكويتين سألت أمرأة كويتية قلت له. أحد الرقاة طالب منها أن ينصص لسنة لي وخرجنا منها الجين. الشيخ نظم. هو أخبرني. بأنه واحدة سألته. يعني قالت له الرقي طالب منها. يعني يصنوا مسائل جنسية خاطرة جدا. ها؟ مسائل جنسية خاطرة جدا. هذا هو يعني وإحنا واحدة كمواحدة نشتكت لي في هذا الموضوع. مهم. فكان زلاقات وكان أمور خاطرية. طيب من العناوية المتيرة أيضا التي طلعت عليها في مؤلفتكم هي ظاهرة الإلحاد والفساد في الأدب العربي لديكم مؤلف. هل صدر هذا المؤلف؟ لا بتحت الطبع. تحت الطبع. لبما هذا أنا على حسب يعني الطلع الضعيف يعني بشخصيتكم هو أن المجال الشيخة دي لكم هو العقيدة والفيق والقرآن الكريم. وانتقلت الآن إلى الأدب العربي والانزلاقات أو ضايرة الإلحاد والفساد في الأدب العربي. هل لدى الشيخ المغرأة وشخصية أخرى لا يعلمها الجميع في مجال الأدب؟ لا وأنا بالنسبة للأدب يعني مؤلفت الأدب كلها قرأتها. هكذا لديكم تطلع بها؟ يعني لما كنت هنا في مراكش كانت دائما نمشي لمكتبة مراكش كانت في دار الطالب في دار الباشا. كنت نمشي هناك نقرأ لها. وانزلاقات كثيرها واني لو قرأت مثلا تأييد بن الفارض والفيق وهذا وانتعاد البوصير اللي هي مثلا الهمزية والبرضة وكذا وغيرها. نوجدت العجب للعجب. يعني انت بس ما قلع لك ما قرأت الشعر وما قرأت النصر. فهو الإلحاد والفساد كثير عاد. تقرأ الغازال تقرأ الغازال عمرو بن عمروها تقرأ جامل البوصينال وتقرأ كثير عزال وتقرأ لتقرأ الشعر المجرب لتقرأ بشار المجرم لتقرأ يعني المعري. بشار بن عمرو الغرض. هي بشار بن عمرو الغرض. لأعمال الشرير لتقرأ المعري الأعمال الشرير. يعني الحاد كونكوام. كد كده يعني بحور. يعني كين فساد عارض في المجرم. فهي انت بس انت بقرأت يمكنها. أنا أقارتش كلها لأمورها دي. يعني الأدب العرب دي خدتو في خوض كبيرا يعني ما هو شوية. فاقص دي. يعني أصل فسد كيف انتشر الآن بالقصص الغرامية والقصص الوية بالفسد يعني. يعني معظم الفساد انتشر على طريق الأدب. ولهذا لأنا يعني من لي ما اللقف الأدب. يعني إحنا الفخري واللي ما اللقف يقرأ. من زمانه واللي كنا نقرأ. ما كنا فضل بعض. يعني باب واسع للفسد. يعني من أوسع لأبواب الفساد هو الأدب العربي. لا الفساد الإخلاقي ولا الإلحاد العقدي. طيب بعد المسيرة الطويلة هل هناك موقف نديمة عليه الشيخ المغرام؟ ها؟ موقف أو قرار نديمة عليه الشيخ المغرام؟ لو يعني ملكتها زمان من الوقت لقلتوا ليتاني لم أفعل هذا الأمر. أو ليتاني فعلتوا. أيضا سوية عصيدة. إذا كانت عصيدة باللسان أو بالفر أو بالعين. أما من ناحية العلمية لا أذكر رننين. الحمد لله كنت أبريب الله أن يدخل نبيها لجنة. كل هذه الأمر التي قد أرغب الله أن يدخل نبيها لجنة. يعني التلاميذة التي تخرج على يدي أو على سلام إيدي سلاميذتي أو على يدي ذور الله أن يدخل نبيها لجنة. يعني ما هو القرار الذي يرغبه هناك؟ أرغب الله أن يتقبل مني. أنا يقول هذا تفخر ولكن أقول لك على أي شيء أندم ما هو الشيء الذي أندمه على الضر لأساس سلع لكتب لألف أنا ما فهمتش لكن المعاصين صحيح تبلع تعلمنا في كل لحظة بساطة المكانية تبلع في النجوز الواحد مئة مرة والأنبيو كلهم موسى المواقعة له تاب هو أدم والدنا تاب هو الموقع في الزلة تاب يعني التوبة هي نحن ندمن على المعاصي كل المعاصي التي ارتكبناها سواء بجوارحنا أو بفروجنا أو بأي شيء نتوب والله تعالى منها شيخ بغراو أكثر حدث أثرة في حياتك سواء كان إيجابياً أم سلبياً لعل أكثر حدث أثرة في حياتي هو اللقائي بالدكتور الهلالي رحمه الله وأنني في صغري سني استطعت أسأله وهذا السؤال وقالوا ما هو ما هو الدل الجديد الذي أتيت به فكان هذا السؤال يعني هو الذي جلب لي الخير قال لي ماذا أنت تصنع الآن فقلت له أنا ما أصنع شيء فقال إذا رأينا لك إذا وجدنا لك مدرسة تتحقوا بها قتلنا لعل هذا أكبر حدث يمكن يعني كلمة غيرت مسار تاريخي غيرت مسار تاريخي يعني بدل جسف تفيلات انتقلت ليش إلى إلى مكناسبة كلمة غيرت مسار تاريخي وهكذا يعني لعل هذه إذا وجدنا نعتبره يعني التغيير يعني يكون في هذا ويظن أن أحد المؤلفات اللي هو ترطيب التمهيد يعني كان لقاء في الكويت مؤتمر وكان محرير جريدة يعني التوحيد اللي هو مجلة التوحيد كان اسمه صفات الشوادي فيه وقال لو الشيخ المغرى ويرتب لنا التمهيد حتى نستفيد منه هذا كان سبب أيضا كانت كلمة يعني وجهتك إلى عمل كبير إلى عمل كبير هذه الكلمة وهناك أحداث يعني بعض الكلمة من الشيخ حمد الأنصاري بعض الكلمة من الشيخ بن باز رحمه الله بعض الكلمة من الشيخ مثلا عبد المحسين لعباد يعني لابد داع هناك كلمات كثيرات التي تقول لها أطر الشيخ الأمين الله رحمه دايما كان يرضى ذالية كتابه المبارك وليتدبر آياته وليتذكر أولو الإلباب دكتور محمد المغراوي من خلال الإعداد لهذه الحلقة قطلعت أن لكم أكثر من ثلاثين مؤلفا أو عنوانا مثلا أذكروا منها تحفظ الأبرار في الجمع بين التمهيد والاستذكار ما كسس هذا الكتاب ولماذا اخترتم هذا العنوان بالضبط هذا العنوان يعني الآن بالنسبة للتمهيد كما يخفى هو صاحبه ارتبه على الحروف الهيجائية يعني شرح المضطع على الحروف الهيجائية لكل شيخ يعني مثلا من اسمه إبراهيم يأتي بشيوخه بأحاديثه كلها أربعة خمسة ستة اللي عنده مثلا من اسمه مثلا سهيل يأتي بأحاديثه يعني المهم رح يعني تحفظ شيوخ الإمام مالك ارتبهم على حسب الحروف الهيجائية يعني اسمع شيوخ الإمام مالك اللي في الموطار تبهم على حسب الحروف الهيجائية يذكر لكل شيخ أحاديثه سواء كانت في الحج ولا كانت في الصلاة ولا كانت في الطهرة ولا كانت في الزكاة ولا في إذن تلما تقرأ التمهيد على حسب التأليف اللي في صاحبه يعني تقرأ يعني الأحاديث يعني مختلطة المواضع يعني يعني حديث داخل في حديث حديث داخل في حديث أنا لما نظرت في التمهيد رأيت أن أرتبه على الأبواب الفقهية وأن يكون ترطيب ترطيب ترباوي يستفيد منه القارئ فطبعا يعني حاولت ستخرج منه مجلدين في المعتقد يعني من شرح بنعم عمد البر لأحادث الموطس تخرج مجلدين في المعتقد ثم الطهارة والعبادات كلها إلى الحج ثم جاءت بالنكاح لأن الإنسان يحتاج للمعتقد درقم واحد لو بد يصحح معتقد ثم بعد المعتقد لعبادات ثم بعد العبادات لا بد يحتاج إلى زواج النكاح فجبت النكاح وجبت من بعد حسن العشرة عاد الطلق يعني حتى يكون يعني بين الزواجين تكون حسن العشرة بيخيسو إذا ما كانت حسن العشرة سيحصل الطلق فجعلت بين النكاح وبين طلق حسن العشرة عاد جبت الحدود بعد الحدود عاد جبت البيع هي التي ختمت بها لكتاب إذن هكذا رطبت ترطيب من عندي أنا ورعيت فيها الترطيب التربوي كما قلت لك يعني حاجة المسلم إلى كل قسم يعني الحاجة الأولى المعتقد الحاجة الثانية لعبادات الحاجة الثالثة للزواج الحاجة اللي الرابعة اللي الحدود قد تحدث الحاجة الخامسة اللي هي لمعاملة البويع اللي هي أوسع فهذا هو الترطيب فإذن أنا رطبت على هذا الترطيب الترطيب من عندي أنا نظور إلى أبواب أحد الكتوب ولا أحد العلماء تخترت الترطيب أنا خطرت الترطيب والتبوي بكل من عندي أنا بدون لكم مجلة تقريبا الكتاب الآن أضفت إليه زوائد للصدكار لأن التمهيد فيه المرفوع فقط ابن عبد البر رحمه الله شرح في التمهيد المرفوع حديث المرفوع 853 حديث مرفوع على الرسول صلى الله سلم 853 حديث بما فيه البلغة 61 بالنسبة للإستذكار فيه المرفوع والموقف الأطار وبعد تعليقات الإمام مالك فأنا أخذ المرفوع من التمهيد وأخذ الأطار وتعليقات الإمام مالك من الاستذكار فجمعت وضمت واجعلت هما كتابا واحدا فلهذا سميت تحفات الأبرار في الجمع بين التمهيد والاستذكار فجمعت الأطار وكلام الإمام مالك من الاستذكار والمرفوع من التمهيد فجعلت هم كتابا واحدا فطلعت 15 المجلد في مجلد الضخمة فيها 300 صفحة كتاب ضخم طبعته وزارة الأوقاف الكويتية التي طبعته فإذن هذا هو الترتيب ضم ضم الكتاب لديكم عنوان أيضا بعنوان الأسباب الحقيقية لإحراق لحرق إحياء علم الدين لماذا تدعون ربما العنوان يبدو مستفزا للمعض هذا العنوان سببه أننا لما كنا طلاب في الإعداد الذين يدرسون التاريخ يذكرون على أن المرابطين حرقوا إحياء علم الدين يعني يوسف النتشافين حرق كتاب إحياء علم الدين ودعا عليهم أبو حميد الغزالي يعني دعا المرابطين فلهذا جاء الموحد وأسقطوا دولة المرابطين فأنا تبين لي أن السبب ليس هو هذا فالسبب الأول هو يعني كلام العلماء جمع 18 العالم منهم الطرطوشي ومنهم الدهبي ومنهم المازيري ومنهم شيخ الإسلام بنوتيمية وعدد من العلماء بلغ عددهم إلى 18 العالم إذن هذا كلهم يعني ما بين علماء ماليكية وما بين علماء يعني شافعية وما بين علماء حديث كلهم تكلموا عن 18 العالم بل بعضهم عندهم مؤلف خاص على الإحياء يعني في بيان ما فيه من أخطع هذا السبب يعني كلام كلام جموعة من العلماء قلت لك عددهم 18 العالم وكلهم وكلهم جاهب وكلهم آئمة معروف يعني الأمر الثاني وهو يعني جمعه لكثير من الحادث التي لا أصل لها وقد بلغت حول 900 حادث يعني تقريبا 840 أو 900 إلى في هذه الحدود لا أصل لها ماشي موجودة لها ساندوية أو مضوعة أو لا ضعيفة لا أصل لها زيادة على الضعيف من الأحاديث الموجودة في الكتاب يعني الكتاب مليء بالأحاديث التي لا أصل لها والأحاديث التي هي ضعيفة أو مضوعة وهي كثيرة في الكتاب عدد يعني السبب الثالث وهو يعني أن هذا الكتاب هو مخبأ لكل البداء يعني الصلاة لكثير فأعتبر هم مخبأ للبداء عدد السبب الرابع وهو طمة العقدية في طمة العقدية بحال لأن ترى أبا يزيد مرة خير لك من ترى الله سبعين مرة ومقارنته بالقرآن وبين السماع ففضل يعني السماع اللي هو السماع السوفي اللي تعرف على القرآن بسبعة وجوه وذكرها يعني في الإحياء وجمعت جميع الطامات الموجودة في الدرون فهذه أربعة أسباب يعني خلاف ما يقولون المؤرخون بأنها بحميدة فالمؤرابطون حرقوا لهذه الأسباب التي يعني ما تصح معلومة تاريخي إن صح التعبير هو موجود في كتب التاريخ كلها هذه معلومة موجودها من المؤلفة التي أجدكم أيضا إحسان في اتباع السنة والقرآن لفي تقليل أخطاء الرجال هذا الكتاب ورد على عبد السلام ياسين لأن عبد السلام ياسين يعني كتبها رسالة اسمها الإسلام والطوثان كتبها للملك الحسن رحمه الله وبينف هذه الرسالة يعني يقترح الحسن الثاني يقترح نفسه على أنه هو المرشيد على طريقت يعني قلبي أنه يعني هو يعتقد أن شخصية نورانية يعني كانت في أبو بكر وكانت في عمار إلى عمار بن عبد العزيز عاد وجد شخصية نورانية اللي هو رجع ابن حيوة فلهذا نجح عمار لأنه كان مرشده هو رجع ابن حيوة عاد ذكر يعني محمد الفاتيح عاد ذكر مثلا عبد الله بن ياسين مهم هو عنده هذه الفكرة وهو تقترح نفسه على الملك الحسان أنه هو الشخصية 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 النورانية فالمهم أرادت الرسالة بما فيها ومعالها مع مقدمة ثم كتب كتبه الإحسان اسمه الإحسان الرجال وذكر مجموعة من العلماء ونسبهم إلى التصوف ونظمهم فأنا بنت بطلنا هذه الدعاوة كلها فلاذا سمته الإحسان في اتباع السنة القرآن لا في تقلد إخطاء الرجال لأن الرجال يخطئون ويصيبون فهذا هو القصد بعد تقليفكم للكتابين لماذا تصل أنت وصل بينكم بين السنة بسامنة رحمه الله كيف تلقى الكتاب تصل بينكم أو لم تصل بي لا لم تصل بي وقالوا لأصحاب وانا فيه بلغني قال لهم دعوه يكتب المسائل العلمية وكين إشكال وكين إشكال أنا قدر بلغني دكتور مغرام وليديكم أيضا مؤلف بعنوان أهل الإفك والبهتان صدون عن السنة القرآن ومشابه ماذا دا العنوان وانا كانت له ضرفية أو دوافق هذا كان الشيخ ربيع عفو الله عنه وعنه وكانت عنده إشكالات مع أدنان عرعور وطالب مني التدخل في الموضوع هذا ربيع المدخالي ايه ربيع المدخالي وذابتنا إلى أدنان وقعت له المؤخدات التي ذكر الشيخ ربيع قلت له نسجل الشريطة وارد فيها هذه المخلافات واردها فالمهم قال لي نسجلنا ويقول لأنا ليعني الأمر كيف نسجل معك المهم أني جالسنا مدة ولتقنا في صبانيا وعدنان فقال لي الآن لفرصة نكتب نسجل الشريط ونتبق سير جلس معي ولا تتكلم فبالفعل جلسنا هكذا هو يجب لي تسجيل من عند الشيخ ربيع بصوته يقول بأن الشيخ بأن السيد قل أنه ما أخده على مدح السيد قطب بأن السيد قطب قرأ كتب الشيخ محمد من الوهاب ودل الإخوان المسلمين عليها ورفضوا فقال أينا أكثر مدحن يعني الآن هداني يسألوني يقول أينا أكثر مدحن للشيخ ربيع الإلزاب أي فقتلوا هذا ما فيه إلى إنسان قرأ كتب الشيخ من الوهاب ودعا إليها ما فيه أعلم منه فوصل الشيخ ربيع عن المضوع فتغير وانقلبت الأمور فصرت أن أت كفيري وقوض به وصول هذا هو السبب تحريض كان ربما التيار المعروف والتيار المدخالية والتيار المدخالية والتيار المدخالية هو الذي كان شنها في وقت ما فلاذا سميتهم أهل الإفكي والبوتان الصدنا عن السنة والقرآن هذا هو لأننا الحمد لله دعواتنا منتشرة ومعروفة وتعرفها الدولة المغربية وتعرفها كل الناس يعرفونها فإنه هو هذا الدعوة اللي يلقى فقلت القصد هو الإفكي والبوتان الصدنا عن السنة والقرآن فهما قصدون من هذه المؤلفات هناك أيضا تعظيم قدر النبي عليه الصلاة والسلام هذا سببه الهجماعة للنبي صلاة من التي كانت من دنمارك فإحنا ذلك ساعة عملت محاضرة أفضل القرآن واجتم على جمون غفير كبير فحولته إلى كتاب هذا هو السبب هذا هو السبب طيب منذ المؤلفات أيضا دعوات سلف الأمة لإحياء كتاب والسلم هذا أنا لم أسست دور القرآن بيت سبب تأسيسها هذه هو أيات الدعوة وإحاديث الدعوة وعمل الأنبياء ووقع الأمة هذا السبب وكتبت الأهداف التي أحب أن أصل إلى هذه الدعوة كتب كانت ثمانية أهداف ورسمت المنهج يعني العلمي لدعوات دار القرآن وذكرت الواقع العملي التي تعيشه دار القرآن من ناحية الإقبال عليها وما حققته وذكرت الشباة التي تلقى على الدعوة السلفية بالعموم واجبته عليها هذا اختصار الكتاب وفيما يخص كتاب من سبب الصحابة ومعاوية فأمه هاوية واضح من العنواني أنه دفاع المعاوية هذا واحد كان هناك ضر البضاء وسوى ثلاثة أشري طيسب فيها معاوية فكتبت ورد عليه لهو عبد الباري زنزم علي رحمة الله نضل العنوين أيضا دكتور محمد المغراوي الانحراف عن استرات المستقيم الأسباب والمآلات هذا القصد من الانحراف يعني الواقع الذي تعيشه الأمة عموما هو واقع طلبات العلم بالخصوص في أنهم كثير منهم تعلم السنة وتعلم المعتقد وتعلم المنهج الصحيح وفي الأخير تجده قد مال إلى جهات معينة أو إلى أسباب فالخصوة في الأسباب الأسباب كان هو الكبر والطمع أولاوة والجهل يعني دي أسباب الانحراف فمثال الكبر هو إبليس من جاء أباده والطمع يعني بداية من أبينا أدم عليه السلام وطبعا وليهود في واقعهم والهواء اللي هو أيضا في اليهود وفايرهم هو بحرون لنعيات وهذا اسم وهو في الفرق يكثور يعني طبعا الهواء يعني جميع الفرق يعني مصوفون بهذا الوصف وهذا اسمهم السنة اسمهم أصحاب الأهواء والبداع والفتن والاختلاف هذا الجهل اللي هو مثلا نوصف بكل أمم أن يرد لدعوة الإنبياء ومنهم أمة الصر صلى الله عليه وسلم الذين حرابوا واللي وصفهم الله سبح القناة في كثير من الآيات وإذا بشر أحدهم بالنطاذ اللجوم السود وهو كظيم يتوارى من القوم السود إلى آخر القصد هو يعني جاءت هذه أربعة أسباب السباب الانحرف الكبر والطمع والهواء والجهل والمآلت يعني المآلت كلها إش مآل الكبر وإش مآل مثلا أطمع وإش مآل مثلا الهواء وإش مآل الجهل كلها يعني بينتع في الكتاب من ضمن المؤلفات هناك قاموس البدع التي تخوني الذاكرة لا مشيق هذا اسميته يعني مشيق مسؤعة البدع مسؤعة البدع طيب هولو طبيعة متحت الطابعة لا هو يعني موجود ولكن ما طبعا عباد هذا مسؤعة البدع في الفقه المالكي في المذهب المالكي يعني جمعتها من كتب كتب المالكية يعني لو تقربوني قليلا من هذي المؤلفين شنو مضمون دي منضمون وحاول البدع في كل العبادات اللي هي حدثت سواء في الصلاة في الطهرة في الزكاة في الحج الأقوال المالكية من كتب المالكية فقط يعني مسؤعة البدع في المذهب المالكي أو من المذهب المالكي قريب يشوف يرى النور هذي المؤلفين إن شاء الله هو موجود جاهز كاملا موجود جاهز كاملا طيب من ضمن المؤلفات أيضا أسباب هلاك الأمم سبب هلاك الأمم هذا في الحقيقة كان يعني اللقاء يعقدته فماذا يتدخل فيه شرعي والفكري أيضا لا السبب هلاك الأمم يعني اللي هو الشرك ونح مثال لذلك قوم نح والفساد في الأعراض مثال لذلك قوم لط والفساد في الأموال مثال لذلك قوم شعيب والفساد في الدماء مثال ذلك فرعون وقومه. يعني حاولنا نركز على هذه الأسباب وهذه في الحقيقة هي مباحثة وزعتها على بعض الباحثين. لكن تحتى رعايته طبعا وتحتى يشرف. وجدت لكم أيضا عنوان بالإبداع في عدم جواز الصلاة خلف التلفاز والبذيع. ربما ده أيام كورونا كان هناك نقاش حاوله. حاول ترد على درد واسع وسيظهر. ده يدر موجود جهاز. من ضمن العناوين أيضا دكتور محمد المغراوي. فقه الصحيح من أسباب النزول وما استدل به الصحابة والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا هذا العنوان بالتقنية؟ هو فقه الصحيح من أسباب النزول وما فسره واستدل به الصحابة والرسول. يعني المحور الأول فقه الصحيح من أسباب النزول. ثانيا ما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن تاني مفسره الصحابة رضي الله عنه من القرآن ربي عن مفسره ماسد لبي الرسول من الآيات في ماسد لبي خمسا ماسد لبي الصحابة من الآيات هذا الآن راها يعني يلقي الشيخ الدراري راوصل فيه مئتين حلقة في صفحة القرآن وصل مئتين حلقة الآن في صورة النساء هذا هو يعني الكتاب يعني فقه وهذا النساء له سابق يعني ما فيه من هذا النوعي كتاب فقه صحيح من اسباب النزول ومفسره الرسول يعني فقهه ايضا ومفسره الصحابة فقهه ايضا ومسد لبي الرسول فقهه ايضا ومسد لبي الصحابة فقهه ايضا يعني الحديث التي ورد صفحة المنظر وفقهها وثوائدها من ضمن المؤلفة ايضا حاجتنا الى السنة هل ترى إذا ما حقيقتنا ثارني هذا العنوان لأن كل الناس يتحدثون عن السنة واهميتها تفسير القرآن في العمل بها وغير ذلك حاجتنا الى السنة حاجة واسعة وهذه كانت عبارة عن محاضرة كنت القتاف كلية اللغة وخرجت كتيب صغير وفي الحقيقة تجد يعني كل واحد يحتاج للسنة يعني المفسر يحتاج للسنة الوصول يحتاج للسنة الفقه يحتاج للسنة الأديب يحتاج للسنة يعني المرب يحتاج للسنة يعني المعلم كل أحد يحتاج للسنة فكانت هذا العنون طيب بعد مسيرة خمسين سنة أو طلبت منك اليوم الشيخ المراوي كلمة أو نصيحة توجهها لطلبة العلم والعلماء اليوم في الواقع الذي نعيشه بتداعيته التي لا تخفى عليكم طبيعة العلم هي الكلمة التي أوجهها لنفسي بالأول ولكل شخص يؤمن بالله ويؤمنوا من الأخير ويؤمنوا بالجنة وبالنار وبأنه من أهل الإسلام يلبسوا جلباب الإسلام فماذا يريد أن يقدمها للأمة إن كان علم علمه ماذا قدم به إن كان صاحب جه ماذا قدم بجهه إن كان صاحب مال ماذا قدم بماله إن كان صاحب إعلام ماذا قدم بإعلامه يعني كل في تخصصه ماذا قدم ماذا قدم إن كان أمير ماذا قدم بإمارته إن كان فلاح ماذا قدم بفلاحته يعني قصدي أن الله سبحانه يقول وما تقدمه من خيرين تجده عند الله هو خير أعظم أجرا استغفر الله يعني إن كان إذا استطع يقدم أي خير يعني ما يعني يتأخر في جميع الحال إن الحياة هي أصلا لحظات قصيرة حياة قصيرة وما تقدموا لأنفوتكم من خيرين تجدوه عند الله فاقصدي يعني بقدر ما يستطع إن سيقدم الخير في لحظة من لحظات الحياة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني الكلمة الطيبة صدقة اسمها صدقة كلمة طيبة تسلم على أخوك تقول لك كيف حارك وكيف أنت وكيف أبنك وكيف أهلك هذه كلمة طيبة نلتبهش نلتبها صدقة يعني حسب لك يعني صدقة فاقصدي يعني لاحظت الحياة لا ينبغي أن تضيع من أي عاقل ولا بدأني استغلا ثم يعني الوصي الأساسية وهو تحقيق التوحيد النساء لا يعيش بدون تحقيق التوحيد ولا يعيش بدون تحقيق السنة لأنه أهم شيء لأنه إذا تحقق التوحيد تتحقق جميع عماله وإذا فسد تعقدته فسد جميع عماله فالأعمال دائما مرتبطة بتصحيح المعتقد وفسدها مرتبطة بفسد المعتقد فتحقيق التوحيد وتحقيق السنة والذب عن السنة والذب عن المعتقد وذبعان الله وذبعان رسول الله يعني في الحقيقة هذين بغي أن يكون مو بتغاكل داية إلى الله يتبرك وتعالى ولا تستطيع منه لحظة من لحظة الحياة وهو في الحقيقة يعني أتعجب أنا من أي واحد أنه كيف يقضي يومه وكيف يقضي ليله وكيف يقضي نهاره وكيف يقضي شهره وكيف يقضي سنته بل كيف يقضي كيف قضى عمر عمر سينتهي إلى محالته يعني سون كان سبهين ولا ثمانين ولا تسعين ولا أكثر ولا أقل هو منتهي منتهي إلى محالته ولكن ماذا أن ينسى قدمه في هذه الحياة لأن أنت لابد ستسأل يعني لو الإنسان ينتهي بموته وخلاص وما فيه لكنها توهن أن الموت هي بداية بداية حياة جديدة أخرى ماذا قدمتها الشيء السويت يعني هذا الإعلام وهذه الآلات وهذا الواقع الذي يعيشه فلان وعلان من الناس ماذا قدم به يعني القناة الفلانية ماذا قدمت يعني الدول الفلانية ماذا قدمت الرئيس الفلانية ماذا قدم الأمير وإنت رايح فاقصدي أن الآية هذه الآية التي قدمت لك أنا هو ما تقدموش دع نفسكم من خيرين تجدوا عيند الله هو أخر وأعظم أشعق استغفروا الله أن الله أغفور رحمني لتقديم الخير أساس والإنسان يعني دائما يكون عنده ذك بيض القلب وسلامة الصدار وسعاد الصدار الحب الخير للآخر كما قال الله تعالى وما أرسلنا كل ورحمة للعالمين ورحمة للعالم він قدم من كل ما في من كل من أخطاع سواء انت اخطاع عقدية ولا اخطاع من جه juicy ولا اخطاع علمية ولا اخطاع حيام المصول لأخطاع مثلا in the philis هذا هو التقديم يعني الرسالة التي يمكن الإنسان أن يقدمها والنصحة التي يقدمها الأول لنفسه ثم الغريل لا تقدم ماذا ما هي حياتك ماذا تستفيد منها بارك الله فيكم شيخ مغراوي سعيد جدا باللقاء معكم في هذا الحوار متابعينا الكرام هنا تنتهي رحلاتنا في ذاكرة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الرحمن المغراوي أستاذ الدراسات العليا بجامعة القروين سابقا ورئيس جميع الدعوة إلى القرآن والسنة بمدينة مركش من هذا المنبر أتقدم له بجزيل الشكر والتقدير وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة مع ضيف جديد ها هو نبي الغزال يحييكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته